المجدي اهلا بك منورنا اهلا بك يا انا شرفت بي اخبار حضرتك ايه الحمد لله كويس وطبعا من اللاعبين الاقلاء اللي لعبوا اهلي زمالك اسماعيلي اه اول واحد اول واحد مصدوط منور الدنيا كل اجابة كله بخير الحمد لله بباريك لك اكيد تأهل الاهلي النهاردة لدور المجموعات في دول الابطال انتصار كبير 6 واحد كان الشوت التاني افضل من الاول اكيد فعايز اسمعت عليك على الشوت والمباراة كلها هو عموما المباراة نتيجة كبيرة جدا طبعا كانت ممكن تبقى اكتر كمان كانت تبقى هيفزكور اكتر لو الفرص اللي هتيحت للعباء في الشوت الاولاني بالذات والترجمة لاهداف كانت هتبقى اكتر بكتير انما في العموم انا عجبني ان النادي الاهلي النهاردة الرتم بتاعه كويس سريع كويس مزبوط انما نفس المشكلة احنا كنا بنقابل النهاردة منافس مستوى يمكن اقل من مستوى الفرق اللي لعبها بيراميدز مثلا او المصر اي مستوى مش قد كده شوي انما اللي زعلني اكتر ما استغلناش ده وكان في بعض الدفاعات الاخطاء الدفاعية اللي كانت موجودة في التنظيم الدفاعي بتاع الفرقة تيم عموما اي وعن طريقة الانتشار كانتش عجباني يعني كنت قلقان منها لان انا ما بتفرجش على نادي الاهلي علشان ماتش النهاردة مش بيهمني مفهوم انا بتفرج علشان اشوف الحالة العامة هتبقى عاملة ازاي في الدورة يوم الثلاث فيه دورة الاربع قدام الاسماعيل الاربع مع الاسماعيلي الدور هيبدأ الثلاث مش كده الاثنين او اثنين مازبوط فاحنا انا ببص لكده الدفاعات دي النهاردة الاسماعيلي شاف الماتش كويس جدا وشاف وقرق وعمل ودي بروفا اخيرة قبل رسمية قبل دخول مرحلة الدورة والدورة السنة دي غير الدورة السنة اللي فاتت ايه بقى الدورة السنة دي مطالبين ان احنا ناخده من اول يوم السنة الفاتي تطرع دوري والنادي الاهلي بتبقى مشكلة ان الدوري يضيع والتاني يبقى وراه ما ينفعش لازم تبقى فيه وقفة ولازم يبقى فيه دخول بشكل جايجابي وبيد وده برضو نوع من انواع الضغوط اللي محطوطة على التيم وعلى الجهاز الفني الدفاعات اللي انا قلت لك عليها اللي هي بتتمثل في بعض التنظيم الدفاعي والارتدادات بتاعتنا ايه المشكلات الدفاعية اللي في الاهلي المشكلة ان فيه فيه سرعة التحول من الهجوم للدفاع دي مش موجودة وده بيرجع لبطء بعض اللي عيبت وسط الملعب اللي موجودين وعدم مشاركة الناس بعض الناس المهاجمين في الحالة الدفاعية او الارتداد بسرعة فده ده ما كانش النهاردة بشكل جيد النقطة التانية اني نقطة القلب دايما في الشروط الاولاني بالذات قبل ما ينزل حمد فتحي ودي وضحت في الهدف مظبوط تجي تشوف الجول نفس القصة الموضوع بقى او اللي مدايقني انا ان القصة دي طول السنة اللي فاتفت موجودة فان انا اشوفها تاني السنة دي في بداية السيزون ده على اني اكتر